أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم السبت 15 كانون الثاني يناير القمر الآن موجود في برج الجوزاء في ساعة المساء رح ينتقل ويصير في برج السرطان طبعا الآن موعد بث الحلقة القمر موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث القمر في هذه المنزلة لغاية الساعة 4 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم السبت 15 واحد لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة المثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر لما بيكون موجود في برج على طول الخط نأخذ من بعض صفات هذا البرج يعني هو الآن موجود في برج الجوزاء فهذه الفترة ننشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم دغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثر علينا خلال الفترة هاي والقادمة طبعا هم اللي ظلوا زاويتين فعالة طبعا اللي بفتح الخارطة الفلكية بشوف عدة زوايا معظمها هاي منسميها زوايا منفصلة في أول التأثير أو في آخر التأثير ولكن فعاليتها وقوتها هي اللي أنا بذكرها طبعا الزوايا الزاوية اللي الآن متشكلة وبتأثر زوايا سلبية هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 18 واحد هاي الزاوية اللي هي السبب إنه بصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما إنه تخلينا عصبيي المزاج ونرتكب الأخطاء ومنكون متهورين بعض الأوقات وهذا وقت طبعا في هاي الزاوية يعني بمعنى آخر لا يصلح للشركات أو أي شراكة جديدة بنصح إنه ما تعتمدوا على الحدث نهائيا في هاي الفترة بالنسبة لدوليا أو سياسيا بتدل على جدل قائم بين اليمين واليسار في بلد وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات أو مظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تبجيرات أو زلازل وحوادث على الطرقات بشكل مفاجئ ومرعب كما إنها بتشهد هاي الفترة طمع للحريات خصوصا حرية التعبير وقد يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية والاعتقالات اما بالنسبة للزاوية الأخيرة للزاوية الأخرى هي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي مستمرة لغاية يوم عشرين واحد هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد عنها قوة الحدث اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر أول زاوية هي زاوية التقابل إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 22-21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني في ساعات الفجر تقريبا طبعا تأثيراتها من منتصف الليل لساعات الظهر تقريبا فبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل في هاي الفترة لأنه هاي قليلة الإيجابية الزاوية لأنها تقابل يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد اللي بيكونوا محواطين عاطفيا ممكن أنهم يثوروا ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار هي حالة سلبية دائما بتصير ده لما البرج يوصل لآخر درجة لإلوه أو آخر درجات لإلوه في البرج وبعدين بيبطل يشكل زوايا مع الكواكب الرئيسية فيصمى القمر في هاي المرحلة خلوه مسار إنه خالي مساره لحد يتما يبلش يشكل أول زوايا في هذه اللحظة بيكون انتهى خلو المسار فبما أنها زاوية التقابل كانت آخر زاوية فمن عندها بيبدأ خلو المسار يعني الساعة 221 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام ساعة 4 و 10 دقائق مساء بتوقيت جرينتش ليكون القمر انتقل واستقر في برج السرطان وبرضا انتهى خلو المسار فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأشياء اللي كنا متفقين عليها أو كنا منشتغل عليها أو منثبت الوقت عليها ما قبل خلو المسار فما في أي تأثير عليها زي ما حكينا انه القمر الساعة 14 دقائق مساء بصير في برج السرطان عشان هيك بتصير صفات برج السرطان هي اللي بتأثر علينا من ساعات تقريبا يعني قبل المغرب بشوي منشعر في هاي الفترة انه عنا قوة عاطفة منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من مين اللي عمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا في هاي الفترة إما شراء عقار أو استئجار عقار جديد أو زراعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا أو أعمال بيتية مثلا تصليحات وترميمات مشتريات وقضى وقت ممتع في البيت أما بالنسبة للزاوية الأولى اللي راح تتشكل وطبعا تأثيراتها بتبدأ هي من ساعات المغرب تقريبا هي زاوية التثليث الإيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 و30 دقيقة مساءً من مساء يوم السبت بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية طبعا في فترة وجود القمر في برج الجوزاء لغاية ساعات المساء الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية والمهارات الاستشعار أو الجهاز العصبي وحركة الشعيرات الدموية زي نظام التبادل طبعا لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتصير المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلي في الرئة والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعضم الصدر يعني هاي الأعضاء أصبحت الآن أكثر حساسية عشان هيك بتكونوا توفروا لها العناية الإضافية اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي في راجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم بما أن القمر لسه في مراحل إنه ما وصل للنمو الكامل فيوصى بالعمليات الجراحية دون فترات اللي هي أساسا بيكون اللي هي الأعضاء اللي إحنا ذكرناها إلا إيه في حالة الطوارئ فقط لا غير طبعا هاي الفترة غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة تصلح هاي الفترة لها أمور العلاقة بالقص بقص الشعر التجميلي أو الصبغ وتصلح للقص العلاجي برضو أما بالنسبة لمطعوم كورونا فطبعا اليوم لأنه في فترة خلوم مسار في ساعات النهار فعشان هيك ممكن يكون في بعض الآثار الجانبية لها مطعوم كورونا مثل تهيج مكان اللقاح أو الشعور بالحرارة أو ألم في الكتف مكان الإبرة فعشان هيك منقول أنه في هاي الفترة لازم تأخذوا حبتين بنادول اللي هي براستيمول لمدة مثلا كل ست ساعات حبتين في عيار بي جي ألف من البرستيمول ممكن تأخذ حبه وحده كل ست ساعات لمدة ثلاثة أيام إذا شعرت بدنوع من أنواع التهيج بالجلد راجع طبيبك عشان يكتب لك إما أنتي هستامين اللي هو أدوية تحسس أو يعطيك العلاج اللازم مثل أنتي بيوتك بيكون دهون بيندعي مكان اللقاح أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج السرطان قلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين القادم 17-1 بيبدأ في تمام الساعة ساعة متأخرة جدا اللي هو الساعة 11-38 دقيقة من منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء وبيستمر طبعا قلو المسار لغاية صباح يوم الثلاثاء للساعة 4-3 دقائق لينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر ما زال المحدب يعني هو وصل لمرحلة انحصار المكتمل ولكنه لسه في مراحل المحدب اليوم 13 يوم في تمام الساعة 11-49 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بيصير 14 يوم بيصبح نسبة الإضاءة للقمر 90% أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم القمر الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد الآن بنسبة 70% في ساعة الصباح بتقل السعودة وتنزل لـ 30% وبتظل طول النهار أما بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو في الجوزاء في ساعات المساء بده ينتقل للسرطان ورح يمكت في السرطان لغاية يوم 18-1 هو الآن منتحس بنسبة 45% في ساعات العصر بيصير 15% سعيد يعني من ساعات العصر تقريبا بتبلش سعودة القمر أما بالنسبة للعطارد في الدلوب يتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد من ثم رح ينتقل للجدي تراجعا لغاية يوم 4-2 هو منتحس بنسبة 75% اليوم الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد هو سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الظهر بتنزل سعودة لنسبة 15% المريق في القاوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% بورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم لانه القمر ما زال في البيت الثالث لغاية ساعات المغرب تقريبا فعشان هيك بتنشطوا اليوم في اتصالاتكم تنقلاتكم سفرياتكم حواراتكم نقاشاتكم ولكن في ساعات الصباح اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يستعد بشكل جدي وشخصي وما يعتمد على الحظوظ لانها فترة تقلهم مسار ممكن اليوم يكون في بعض النقاشات الحادة او الحامية اللي تستفزك او تخليك تعصب فعشان هيك يحاول انك تمسك عصابك قدر الامكان وحاول انك ما تتخذ قرارات خلال هذا اليوم في منكو بده ينتبه اثناء حركته او قيادته للسيارة يعني ممكن تتعرضوا لبعض الاصابات وان شاء الله انه ما بصير اي شيء في ساعات المساء طبعا بنتقل القمر بصير في البيت الرابع فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية اهم شيء انه ما تتهربوا من المسئوليات وانكثرت وحاضروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ما بينك وبين افراد العائلة او في البيت او بنقاش او بحوار معين برج الثور القمر ما زال موجود في البيت الاول لالكم او البيت الثاني لالكم اللي هو بيت المال فعشان هيك بيظل التركيز على الامور المالية وضبط الميزانية بعد سداد الامور ترتيب وضع مالي تحصيل ديون قديمة او ترتيب امور مالية او البحث عن سبل لتحسين الوضع المالي او مكاسب الاجواء جيدة ولكن في ساعات الصباح ممكن شوي يكون في خطر من المصاريف لزيادة او صرف الفلوس بالصراف وبرضو بدكوا تنتبهوا اليوم من النصابين والمحتالين اللي او فقدان او صرقية امتعة لالكم فعشان هيك بدكوا تكونوا حذرين وخصوصا او اموركم المالية في ساعات المساء تقريبا عند المغرب بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبصير عندكم نشاطة عالي جدا وممكن تعززوا العلاقة ما بينكوا بين اخ او جار فعشان هيك الاجواء بصير ايجابية اكثر تقدر انك تعبر عن رأيك تقدر انك تناقش بحرية اكثر الاجواء جيدة وممتازة ورح تكون في عندك كثير بالايام القادمة من النشاط وحركة واتصالات برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود عندكم في بيتكم الاول فعشان هيك بظل في عندكم ثقة بالنفس اكثر اليوم وخصوصا انه قطع والقى بنوره على كل برج الجوزاء فثقتكم بنفسكم اكبر لنشاطكم عالي جدا معنوياتكم بتبلش ترتفع اكثر فاكثر واليوم انتو عندكم قدرة على مواجهة اي مشاغل عندكم وبتقدروا تنجزوا الكثير من اعمالكم ولكن حاول في ساعات النهار انه ممكن يتخلى لك بعض الشك بالثقة بالنفس فحاول انك ما تخليه يسيطر عليه لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اهمش انكم تتجنبوا النفقات نظموا الابساط ما تسمحوا لأموركم المالية بانها تتراكم حاولوا انكم برضو تفكروا بمنطق وعالجوا الامور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاءات داعي ملائلك يعني انت رح تبدأ فترة ايجابية جدا ورح تتركز على الامور المالية اولها برج السرطان بالنسبة لموليدة برج السرطان طبعا المعروف ان القمر ما زال موجود بالجوزاء يعني بيت متاعبكم يعني انتوا لسه مستمرين في فترة بتحسوا فيها بنوع من انواع التعب او تراجع في الصحة او الملل او عدم الثقة بالنفس او نوع من المشاكل اهم اشي انه تحافظوا على هدوءكم لانه معروف في فترة بيت المتاعب بتتعطل كثير من المسائل وما بتمشي الامور مثل ما بده الشخص وهاي مستمرة الى هايام طبعا من ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير عندهم فمن ساعات المساء بتمتل ونشاط وحيوية بتعيش لحظات شيقة وحافلة بالاخبار والتطورات ممكن تتلقى اشارة او تبدأ بتنفيذ خطة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الاجواء بتصير ايجابية ودعمة للك وطبعا هاي بتعني بداية مرحلة جديدة او فترة جديدة رح تبدأ فيها خلال اسواء الاسابيع القادمة يعني بيتك الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هاي اقواها قبل المقابلة فانت مقدم على شيء جيد ان شاء الله برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا الان ما ضل وقت لوصول القمر لبيت المتاعب للسرطان فعشان هيك بتكوا تحاولوا اليوم انكوا تستغلوا كل شيء من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعات المغرب بتكوا تحاولوا تستغلوا علاقات كل اجتماعية تستغلوا اصدقائكم تنجزوا كل المعاملات والاعمال الموكلة للكم كل الاشياء الضرورية والمهمة حاول تتممها اليوم اليوم يعني صحيح انت مدعوم مازال القمر موجود عندك فعندك نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا بالاصدقاء ممكن يكون في لقاء معين بينك وبين جماعة معينين وتتخذ فيها بعض الخطوات اللي تكون لصالحك ولكن احذر ما تتخذ قرارات في فترة قلو المسار لغاية ساعات المساء من ساعات المساء طبعا الفترة خلاص دخلت في فترة اللي هي القمر في بيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم ورح تسجل فترة فيها نوع من انواع الركود على جميع الاصعدة بنصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ اي شيء مهم في فترة وجود القمر في السرطان فعشان هيك بتكون تتخلصوا من عددكم القديمة وحاولوا انكم تنشغلوا بالمسائل الروتينية واحذروا من اي تأخير برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت العاشر بده ينتقل لبيتك 11 فعشان هيك هذا بيت الصمعة فابدكوا تحافظوا على صمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل حاول انك اليوم بتنشغ نفسك ما تتأخر عن عملك خلي علاقتك جيدة ما بينك وبين المسؤولين في العمل طبعا الاجواء كلها الها علاقة بتعزيز الصمعة اما انجاز اعمال او تواصل او علاقات اجتماعية مع ناس من فئة معينة من المجتمع اللي شوي بيأثروا على رقيك او على الترقية او على ترفيعات او على مستويات جيدة بالنسبة للك طبعا هاي الامور بتظلها لغاية ساعة المساء الاهم في فترة خلو المسار انه حاولوا قدر الامكان ما تشوهوا صمعتكم بأي تصر لا بخلاف ولا بجدال ولا بمشاكل لا بمخالفة القوانين عشان هذا بيت الصمعة من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل ويصير موجود في برج حليف للك فعشان هيك بتنشطوا بين الاصدقاء بصير تشوف الامور بوضوح اكثر بنظرة متفائلة بيطمئن بالك لحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم شي انك تلطف الاجواء وتحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها وخصوصا اذا كان في علاقة ما بينك وبين شخص كانت متوترة بالفترة الماضية برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد طبعا الاجواء مازال جيدة على مستوى الاتصالات لبعيدة او تواصل مع اشخاص قارج البلاد او حتى امور الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية او امور الها علاقة بالدراسة الجامعية كلها هاي اجواء ممتازة ولكن الامتحانات المقابلة بدك تستعدلها وفي نفس اللحظة بدك تحذر اثناء قيادتك بالسيارة بالشوارع المفتوحة واللي عنده سفر بده يتفقد جميع امتعته لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الاجواء رح تتغير لانه القمر رح ينتقل ويصير في برج السرطان فهنا بدكوا تحافظوا على سمعتكم لانه القمر رح يصير في البيت العاشر فبدكوا تحافظوا على سمعتكم على انجازاتكم في مجال العمل وحاولوا انكوا تنظموا وقتكم بشكل جيد وحاول انك تكون واضح في اولوياتك وما تخلي اي شخص يثير انفعالاتك او غضبك باستطاعتك بالفترة هاي اللي هي ما بعد المغرب مواجهة اقوى المنافسات لانك انت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن فعشان هي كيف تترخص الامور كلها خلال هذا اليوم من الان لغاية ساعات المساء اللي هي الامور اللي لها علاقة بالاموال المشتركة اللي هي الاموال اللي فيه بينك و بين الاموال شريك يعني فيه شريك معك ممكن البنك يكون شريكك الضريبة تكون شريكك الميراث الاموال الديون هاي كلها اسمها اموال مشتركة حتى اموال الزوج فعشان هيك الفترة هاي راح تتركز كلها على هاي الاموال اما ترتيبها ترتيب ديون اقصاط بتحاول تأخذ طرد معين تستلف بدك دعم معين مالي اليك اموال بتحاول انك تحصلها بتحاول انك تخلص قضايا بنكية او قضية قضائية العلاقة بالوضع المالي كلها بتتراتب على هذا الامر اهم شي انك من الان لغاية ساعات المساء ومن ساعات الصباح تحديدا للمساء لا توقع على ورقة دون قراءتها واستشير اهل الاختصاص قبل اتخاذ قرارات حاسمة من ساعات المساء طبعا الاجواء راح تتغير القمر راح يصلى البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لالكم فممكن يصلكم خبر صار من خارج البلاد او من شخص خارج البلاد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع عندك المعنويات وبتقوى الحضوذ في اشخاص من موليد برج العقبر ممكن يسافروا او يشتركوا بمؤتمر مثمر ومفيد بتكون عندك كثير من الاتصالات وخصوصا مع اشخاص اجانب او خارج البلاد ممكن تلتقي ببعض الاشخاص حول طاولة حوار للتفاوض وممكن يتعالج مسائل متنوعة درج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما وهذا اللي ساحب الطاقة اللي عندكم او يخلي الطاقة ضعيفة جدا فعشان هيك بتظل الامور الها علاقة بامور الشراك الشراك المالية العاطفية تعزيز العلاقة مع شركائكم مع ازواجكم ولكن زي ما حكينا ان الطاقة ما زالت ضعيفة وهي رح تظل لساعات المساء عشان هيك حاول قدر الامكان تمتسك اعصابك ما فيه داعي لاثارة المشاكل او الغضب او العصبية او ردات الفعل وخصوصا مع اي شخص ممكن يستفزك من ساعات المساء الاجواء رح تتغير لان القمر رح يصير في البيت الثامن شوي رح يبعد عن مقابلتك فبتعيدوا ضبط اموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر فبينتظرك حل منصف لبعض الامور شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر في مراحل المقابلة هو الان في البيت السادس في ساعات المساء رح ينتقل للبيت السابع يعني مقابلك تماما فعشان هيك من الان لغاية ساعات المساء بتكون تواصلوا كل الاعمال اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا تنجزوها تمموا اعمالكم وحاولوا تعملوا الاشياء المهمة اللي هي الاعمال المهمة تنجزوها ما تحاولوا تنجزوا اكثر من عمل في نفس الوقت لانه هيك ممكن انها تتحطلوا الامور وما تنجزوا الاعمال في نفس اللحظة بدكوا تنتبهوا على صحتكم يعني بمعنى اخر موضوع الصحة مستمر كمان لثلاث ايام قادمة بدكوا تظلوا منتبهين ومرقبينوا ما فيه اي شيء بخوف ولكن ان شعرتوا بشيء غير اعتيادي بدكوا تستشيروا فيه الطبيب طبعا من ساعات المساء القمر بصير مقابلكم تماما بتنجحوا في امور الها علاقة بتعزيز الشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية علاقتكم مع ازواجكم مصالحة معينة هاي الاجواء ايجابية ولكنها فترة فيها نوع من انواعها الصعوبة لانه طاقتكم بتكون فيها قليلة جدا فممكن تثقل خلالها بعض الهموم او المسؤوليات اهم اشي تتجنب وردات الفعل العنيفة الفترة فيها يعني بنعتبرها فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث من المواجهات والاشياء اللي بيصير فيها بينك وبين اطراف فيها مشاحنات فهذا القمر طبعا بيجعلك في هاي المرحلة مضطرب مرها في الاحساس او الحس وهذا الشيء بيخليك تشعر بنوع من انواع الارتباك والغضب فعشان هيك ابعد عن المشاكل قدر الامكان برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا لما منحكي احنا عن القمر احنا بحكينا عن الشمس فلازم مواليد برج الدلو يكونوا حضروا حلقة الشمس اللي يعرفوا انهم في فترة ضاغطة وصعبة عليهم كثير لانه الشمس موجود في برج الجديد وهذا الاشي برهقهم صحيا ونفسيا ماليا بالخذلان بيحسوا اشياء كثيرة ما بتزبط معهم بهذه الفترة فالقمر هو الوحيد اللي ممكن يعزز هاي الامور في دورته الان القمر بما انه في اليومين الماضيات كان موجود في بيت الحظ للكم فاعطى الكثير من موليد برج الدلو طاقة حلوة لها علاقة بالحب والعاطفة والعلاقات وجاب لهم فرص ممتازة جدا ونجاهم من اشياء كانت ممكن انها تكون يعني صعبة ولكن الحمد لله مضت الامور الان القمر بده ينتقل ويصير في البيت السادس يعني بمراحل المقابلة ويعتبر هذا الاسبوع القادم هو اصعب اسبوع على موليد برج الدلو عشان هيك بدهم يعطاتوا ويشحنوا حالهم بالطاقة وما يتخذوا قرارات وما يدخلوا بمواجهات وعصابية الان من الان لغاية ساعات المساء الاجواء جيدة عاطفيا والحظ بيدعمكم ولكن ما تبالغوا في حضوذكم حتى على المستوى العاطفي ممتاز من ساعات المساء بتكون تنتبهوا اكثر لصحتكم بتكونوا عنصر ايجابي وما تتسببوا بالنفور للاشخاص اللي بيتعاملوا معكم تستعيد كامل حيويتك وبتدور الاحداث بسرعة ونشاط وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن بدك تحاذر من الاضطرابات الصحية برج الحوت ما زالت الاجواء بتركز على امور البيت عشان هيك رح تضلوا من الان لغاية ساعات المساء امور البيت والعائلة هي اللي بتشغل في تفكيركم بتنهمكوا بامور الترتيبات تصليحات مشاكل بتحاولوا تحلوها ممكن بعض الاعطال المنزلية اه اه اغتمام بصحة احد الاحباء او الاقارب يعني كلها بامور العائلة والبيت من ساعات المساء طبعا الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل للبيت الخام نسلعيكم فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حول معالجة الأمور بروية مبتعدين عن التعقيدات أنتم مقبلين على فترة فيها حظ عاطفي ومالي وحل بعض المشاكل الحظ رح يدعمكم في كثير من الأمور فعشان هيك بتكون تستعدوا للفترة الإيجابية القادمة اللي بتبدأ من ساعات المساء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء